ازاي النبات بيه دعم نفسه وبيحافظ على قوامه وشكله ومظهره وازاي بيحمي نفسه ضد التغيرات المناخية اللي بتحصل في الجو ده اللي هنعرفه في محاضرة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي كنت طالع من الياه يا ربكم الخير معكم عبد الرحمن نسيم الفرق الخمسة طب الازهر وهكون معاكم في شرح ومراجعة مادة الاحياء هو هيكون حاجة كده وسط ما بين شرح ومراجعة لكن ان شاء الله هنخرج فاهمين كل كلمة موجودة في الكتاب وفي نفس الوقت هنقدر نحل الاسئلة الموجودة في الكتاب الاسئلة وما الى ذلك بشكل سلس جدا ولو فيه اي حاجة فانا معاكم على الجروب يعني ان شاء الله طيب احنا معانا اول فصل هو الدعامة والحركة احنا مش نيجي يامة الحركة دلوقتي هيكون لها درس هنشرحه في المحاضرة بتاعته ومعانا النهاردة الدعامة يعني ايه كلمة الدعامة؟ لما جاولك انا بدعمك يعني انا واقف في ظهرك يعني انا بقويك وبثبتك وفي نفس الوقت مديك هيئتك وبظهرك كذلك الامر فيه الانسان والنبات ربنا خلق في الانسان دعامة بتدعمه وبتديله مظهره وكذلك الامر في النبات ربنا خلق فيه دعامة بتدعم النبات ده وبتديه الهيئة بتاعته والمظهر بتاعته وفي نفس الوقت بتحميه لو فيه اي تغيرات مناخية يعني مثلا لو في رياح او عاصفة رياحية جاية النبات او الشجرة تبقى سبتة كده وما تدخلعش بسرعة مما كانها فلما نيجي مثلا نروح للانسان هنلاقي ان الانسان مكون من مكون من ايه مكون من الفقرات مكون من عظم مكون من مفاصل مكون من اربطة مكون من حاجات كتيرة جدا وظفتها ان هي تدعم الانسان ده وتديه الهيئة بتاعته والمظهر بتاعته وإلا كان الانسان ده هيبقى عامل كده ما كناش هنقدي الوظائف بتاعتنا في اليوم بشكل سليم فلذلك ربنا خلق فينا الدعامة والحاجات الكتيرة دي كلها كذلك الامر في النبات ربنا خلق فيه دعامة بتدعمه وبتحافظ على هيئته ومظهره وقبل ما ندخل بقى في التفاصيل بتاعت الدعامة اللي موجودة في النبات في مقدمة كده هقولها لازم ان تكون عارفها علشان تفهم بعد كده الكلمتين الموجودين في الكتاب عموما يعني طيب النبات لما نجي نبص عليه هنلاقي ان هو بيتكون من الجزور اللي موجودة تحت الأرض وبيطلع بقى بعد كده الساق اللي بتتفرع عليه الفروع وبعد كده تدي الأوراق دي عظيم جدا وفيه جزء برضه في النبات اللي مسؤولة عن التكاثر مثلا اللي هو الزهرة اللي موجودة هنا دي الجزء ده هناخده بقى بالتفصيل في فصل التكاثر ان شاء الله ولكن انا كل تركيز النهارده هيكون على ورقة من دول طيب هناخد بقى ورقة من دول ونشرحها ونشوف ايه الخلايا اللي بتكونها عشان نفهم الكلمتين اللي موجودين في الكتاب طيب هناخد مثلا ادي ورقة الورقة دي هنتكبرها كده انا كده عملت ايه خدت ورقة من دول وقصتها من هنا كده قصتها علشان ابص على الخلايا اللي موجودة جوه عظيم جدا لقينا ان الورقة بتتكون من حاجة كده مدورة جوه الحاجة المدورة دي ممتدة بطول الورقة كده اه اذا استنتجنا ان المدور ده عبارة عن وعاء مجوف من جوه فيه مية وفيه املاح وفيه الغذاء بتاع النبات زي ما جسمنا فيه الاوردة والشرايين والحاجات اللي بتغذي جسمنا دي كذلك الامر في النبات في وعاء ناقل بينقل المية والغذاء والاملاح والكلام ده كله لجميع انحاء النبات ولاقينا ان باقي اجزاء ورقة الشجرة دي عبارة عن خلايا بصنا تحت الميكروسكوب لقينا ان كل ده عبارة عن خلايا وزي ما احنا عارفين ان اي عضو الوحدة البنائية بتاعته هي الخلية زي مثلا لما نجي ناخد الكبد نبص عليه من جوه تحت الميكروسكوب نلاقيه عبارة عن خلايا مرصوصة جنب بعض هي اللي بتكون لنا الكبد ده كذلك الامر في الورقة دي لقيناها ان هي عبارة عن خلايا بتكون الورقة دي طيب لقينا ان لما جينا بصنا بقى على الخلايا دي تحت الميكروسكوب لقينا ان تركيب كل خلية من دول بيختلف عن التانية فلقينا مثلا ان فيه خلية من دول فيها نواة وفيها جدار خلية ومش عارف ايه ولقينا فيها حاجة مهمة جدا اللي هي الفجوة العصرية لقينا جوه الفجوة العصرية دي عبارة عن مية واملاح مش عارفين وجينا بصينا على الجدار ده لقينا برضو ان هو بيتكون من خلايا جينا بصينا عليها تحت الميكروسكوب لقينا الخلايا دي ما بتتكونش من اي حاجة عبارة عن خلايا بس قوية جدا وصلبة جدا وجينا بصينا لقينا ان فيه هنا خلايا برضو الخلايا دي بتكون لنا برضو وعاء الوعاء اللي فوق ده بيسموه الخشب او المسؤول عن نقل المية والاملاح من التربة تحت لحد باي جميع أجزاء النبات من فوق والجزء اللي تحت ده اللي هو عبارة عن اللحاء اللي بينقل المواد الغذائية من الورق فوق لحد جميع أجزاء النبات تحت لقينا إن الخلايا اللي بيتبطنهم عبارة عن إيه عبارة برضو عن خلايا زي دي ولكن الخلايا اللي هنا فيها فجوة عصارية ولقينا إن الخليتين دول أقوى وأصلب من دي ولكن لقينا إن الخلية دي بالرغم من إن ما فيهاش أي عضيات جوة أقوى وأصلب جدا من الخلية دي إذن ركز معاي أنا عندي دلوقتي لقينا فيه ثلاث أنواع من الخلايا الحد للوقتي لقينا فيه خلايا إسفنجية أو خلايا لينة جدا وخلايا صلبة جدا وخلايا نص ونص صلبة وفي نفس الوقت فيها فجوة عصارية فأطلقوا على الإسم الخلية دي بما إنها بتحاوض جميع أجزاء الورقة أطلقوا عليها إسم البارنكما أو الخلايا البارانشيمية وأطلقوا على الإسم القوية الصلبة دي الخلايا الإسكيلرانشيمية وأطلقوا على الخلية دي الخلايا الكولانشيمية عظيم جدا طيب جينا بابا فكرنا بعد جدا وقلنا إيه اللي يخلي الخلية دي أقوى وأصلب من دي وفي نفس الوقت الاتنين دول أقوى وأصلب من الخلية دي لقينا إن في بعض المواد اللي بتترسب على جدر الخلايا دي بتكسبها القوة والصلبة بتاعتها فمثلا الخلية الإسكيلرانشيمية دي لقينا إن الجدار بتاحها قوي جدا وفي نفس الوقت مرسب عليه مادة أطلقوا عليها إسم اللجنين على السطح الداخلي للخلية اللجنين والخلايا الكولانشيمية دي لقوا إن الجدار الخلوي بتاحها مرسب عليها مادة أطلقوا عليها إسم السليلوز أطلقوا عليها إسم السليلوز فإذن المواد اللي مترسبة على جدر الخلايا دي هي اللي بتكسب الخلايا دي الصلابة والقوة بتاعتها طيب أنا لما أكسبها الصلابة والقوة بتاعتها ده هيفيدني بإيه؟ هيفيدني مثلا إن المحتويات بتاعة الخلية اللي جوة ما تخرجش برا وفي نفس الوقت المية اللي جوة هنا مثلا في الفجوة العصرية اللي هنا ما تخرجش برا اذا انا اكسبتها القوة والصلابة واكسبتها القوة والصلابة ليه زي مثلا احنا عندنا في الوعاء الناقل ده هل ينفع ان الوعاء الناقل ده يتقفل لا ما ينفعش طبعا اذا لازم الوحدة البنائية او الطوب اللي بيحوط الوعاء الناقل ده يبقى قوي جدا وصلب جدا بحيس ان انت مثلا تتكى عليه او تحاول تتنيه ما تقدرش ان انت تتنيه بالرغم من انت لما تيجي على الورقة من الجناب هنا تيجي تتنيها تتني معك بكل سهولة جدا فده ليه بقى لما جينا بصنا تحت الميكروسكوب لقينا ان الخلايا اللي بتبطن الوعاء ده عبارة عن الخلايا الاسكيلرانشيمية الخلايا القوية الصلبة جدا اللي الجدار بتاعها في مادة اللجنيد اما الخلايا الكولانشيمية الجدار بتاعها بيبقى فيه مادة السلولوز اللي بتمنع او بتقلل فقد الماء من الخلية من جوة لبرة ولكن السلولوز برضو هو وسط شبه منفز ولكن غير منفز للماء تماما يعني عظيم جدا فاذا انا ما جيتش يمت حاجة دلوقتي خالص انا كل اللي عملته ان انا جبت ورقة شرحتها لقيت ان فيها خلايا سمتها الخلايا البرانشيمية اهي ولقيت ان في خلايا سمتها الخلايا الاسكيلرانشيمية خلايا قوية جدا وصلبة جدا او بالمناسبة الخلايا القوية والصلبة دي بتدخل في تركيب اه عج conquest جدا زي مثلا الالياف زي مثلا الخلايا الحجرية الخلايا المسألة موجودة في اللوب بتاع النبات الخلايا دي بتبقى قوية جدا هي اللي بتدي النبات ده القوة والصلبة بتاعته بتخليه صلب كده وفي نفس الوقت لقينا ان فيه خلايا الكولانشيمية خلايا صلبة قوية بس مش بنفس صلابة الخلايا الاسكيلرانشيمية ولما جينا نفكر طب ليه دي الخلايا دي أقوى وأصلب من الخلايا البرانشيمية دي لقينا أن بسبب ترسيب بعض المواد على الجدار بتاحها زائد أن الجدار أساسا أقوى من الخلايا البرانشيمية وقلنا ليه الكلام ده عشان تدي النبات القوة والصلابة بتاعته وتمنع فاقد العضايات والحاجات الداخلية برا وفي نفس الوقت تمنع فاقد الماء مثلا اللي موجود في الفجوة العصرية دي العصرية دي برا عظيب وفي نفس الوقت لما جينا لقينا أن فيه برضو بعض الخلايا موجودة غير الخلايا دي يعني مثلا لقينا أن فيه هنا خلايا أطلقوا عليها اسم خلايا البشرة ليه لأن هي الخلايا اللي موجودة فوق خالص زي خلايا البشرة بتاعتنا اللي موجودة في جسمنا وتحت خلايا البشرة لقوا فيه خلايا على شكل عواميد كده أطلقوا عليها اسم الخلايا العمادية وتحت الخلايا العمادية دي طبعا اللي هي الخلايا الاسفنجية اللي احنا قلنا عليها الخلايا البرانشيمية ولقينا بقى ان فوق الخلايا البشرة مادة اطلقوا عليها اسم الكيوتين زي عندنا في جسمنا مادة الكرياتين اللي بتغطي البشرة عاملة زي صان بلوك كده برضو في النبات في مادة من فوق بتمنع فقد الماء او تبخر الماء اطلقوا عليها اسم مادة الكيوتين فكل الخلايا دي بتدخل فيه تركيب الورقة الشجرة دي وجينا برضو لما نزلنا تحت بقى واخدنا الساق وجينا نكبرها لقينا ان الساق عاملة كده وفي الخلايا بيسموها البارا ديرمال سيلز هنا احنا قلنا الخلايا البشرة اللي فوق بيسموها بالانجليزي ابي ديرمال سيلز ابي يعني فوق وديرمال يعني بشرة انما الخلايا بتحاوط الساق فسموها البري ديرمال سيلز المهم ان البري ديرمال سيلز دي لقينا ان فيه مادة بتحاوطه وبتمنع تماما فقد الماء احنا هنا قلنا ان مثلا الخلايا الكولانجيمية بيحاوطها السليلوز السليلوز ده شبه منفز يعني بيفقد الماء ولكن بشكل اقل من المادة اللي انا بيرسمها لك دي لان الساق ما ينفعش ان هو يفقد الماء خالص اطلقوا عليها اسم مادة السيوبرين السيوبرين ده المادة دي بتحاوط ايه بتحاوط خلايا اللي هي الخلايا الفلينية اذا انا كل اللي عملته جبت ورقة والساق شرحت الورقة طلعت لقيت فيها خلايا مختلفة عن بعضها تحت المايكروسكوب لقيت ان فيه خلايا كل اللي فيها عبارة عن فجوة عصرية وخلايا زي اسفنجية كده مش صلبة خالص ولقيت فيه خلايا صلبة جدا بتدعم النبات وبتقويه بتديله هيئته وبتحافظ عليه وفي نفس الوقت بتخلي الوعاء الناقل ده دايما مفتوح اللي هي اسمها الخلايا السكيلرانجيمية ولقيت خلايا تانية اقل صلابة من الخلايا السكيلرانجيمية ولكن برضو بتدعم النبات وفي نفس الوقت بتمنع خروج الماء منه اطلقوا عليها اسم الخلايا الكولانجيمية وقلنا ليه الخلايا السكيلرانجيمية دي والخلايا الكولانجيمية دي خلايا قوية وصلبة لان بيترسب عليها مواد زي اللجنين هنا وزي السليلوز هي اللي بتدعمه انما الخلايا البرانجيمية كل اللي فيها هي الفجوة العصرية والنواب والعضيات المسؤولة عن الوظيفة بتاعت النبات هي دي المسؤولة عن الغذاء والتغذية والبناء الضوئي والبدستيدات الخضراء وكل الحاجات دي هنا بتبقى موجودة في الخلايا البرانجيمية عظيم جد وبعد كده دخلنا على البشرة ولقيتنا ان البشرة بيترسب عليها مادة الكيوتين اللي بتمنع ان الماء يفقد او يتبخر وبعد كده دخلنا على الساق ولقيتنا ان الساق فيه خلايا اطلقوا عليها اسم الخلايا الفلينية وبيحوط الخلايا الفلينية دي مادة غير منفزة للماء تماما اطلقوا عليها اسم السيوبرين عظيم جدا اذا كل الخلايا دي بتدخل فيه تركيب النبات اذا فهي دعامة تركيبية طيب هل النبات يكتفي بالدعامة اللي اكتسبها دي اللي هي الدعامة التركيبية اللي موجودة فيه لقوا ان فيه دعامة تانية اطلقوا عليها اسم الدعامة الفيسيولوجية يعني كلمة الفيسيولوجية الفيسيولوجية لما تيجي تدخل ان شاء الله كلية الطب هتلاقي فيه مادة كده مخصصة ان هي تقولك العضو ده بيشتغل ازاي وفيه دعامة فيسيولوجية بيكتسبها النبات تقدر ان هي تدي النبات هيئته ومظهره وقوامه يعني فعلشان نفهم الدعامة الفيسيولوجية فيه حاجة مهمة جدا لازم ان تكون فاهمها الا وهي الخاصية الاسموزية بمعنى ان انا لو عندي وعاء زي كده الوعاء ده جيت فصلته بغشاء الغشاء ده شبه منفز يعني بيسمح بمرور المية بيسمح بمرور المية فجينا في الوعاء ده وحطينا فيه مية وخلينا المية دي الجزء هنا اكبر من الجزء ده والجزء اللي هنا فيه املاح الملح اللي هنا هو هو الملح اللي هنا ولكن تركيز الملح هنا بما ان المية اللي فيه قليلة هيكون اكتر من تركيز الملح اللي هنا اللي المية فيه كتير ازاي زي مثلا لما يكون عندك كبيتين مية وحطيت في كباية منهم سكر والكباية التانية برضو نفس كمية السكر لكن كمية المية في الكباية الاولانية اكتر من كمية المية في الكباية التانية إذن السكر مركز في أنهي كوباية أكيد في الكوباية التانية كذلك الأمر هنا فلقينا أن الماء هتنتقل من هنا لهنا بالخاصية الإسموزية لحد ما يوصلوا لنفس المستوى قد بعض بالظبط ويهي لقينا أن في حاجة تانية اسمها الضغط الإسموزي يعني الضغط اللي هنا اللي فيه أملاح أكتر أكبر من الضغط اللي هنا اللي فيه أملاح أقل فإذن المكان اللي فيه أملاح أكتر اللي هو الضغط ده هيسحب المية نحيته وهي دي الخاصية الإسموزية كذلك الأمر في النبات لو إيه بقى في النبات لو أني مثلا لو جيت خدت الخلايا البرانشيمية دي خدت مثلا النبات والنبات ده أهو بيتكون من خلايا البرانشيمية وجيت حطيته في وعاء في مي تمام الوعاء اللي فيه المية ده هيبدأ النبات يشفط المية اللي فيه بالخاصية الإسموزية عشان توصل المية دي جوه الخلايا النباتية اللي هي مثلا خلايا البرانشيمية اللي فيها الفجوة العصارية اللي مليانة أملاح وتبدأ تنتفخ الخلايا دي لما جون بصوا على التركيب بتاع الخلايا من جوه لقوا إن الفجوة العصارية من كتر ما هي بتنتفخ فبتضغط على باقي العضيات بتاعة الخلايا لحد ما توصل للجدار الخلوي ويبدأ ينتفخ بعد كده الجدار الخلوي ويتوتر بتنتفخ خلايا النبات وتبدأ بعد كده تاخد الدعامة الزيادة اللي جات لها جديد دي اللي هما بيطلقوا عليها اسم الدعامة الفيسيولوجية عظيم جدا فالفجوة العصارية لما جد ضغطت على مكونات الخلية من جوه اللي هي مثلا النواة والسيتوبلازم اللي هنا ده والنواة زائد السيتوبلازم اللي اتنين مع بعض بيطلقوا عليه اسم البروتوبلازم فلما جينا حطينا النبات ده جوه الإناء اللي فيه مية ده خاد المية بالخاصية الإسموزية ليه لأن الأملاح اللي موجودة في الفجوة العصارية أكتر من المية اللي موجودة الأملاح اللي موجودة فيه المية تمام وانتفخت الخلية النباتية نتيجة للانتفاخ العصارة الخلوية اللي جواها وضغطت على البروتوبلازم لحد موصلت للجدار وقدت لانتفاخ الجدار فإدتها شكلها الجديد وهيئتها ومظهرها فلما تيجي مثلا تحط الخلية النباتية دي بقى فيه ثلاث أوعية وعاء منهم فيه أملاح بشكل زي الجد والمية اللي فيه أليلة وعاء منهم فيه مية كتيرة والملح اللي فيه أليل هو وعاء تاني متعادل يعني كمية الأملاح اللي هنا أد النبات أد كمية الأملاح اللي موجودة في الفجوة العصارية اللي موجودة في الخلية النباتية اللي هنا إيه اللي هيحصل للنبات ده لقوا إن الملح لقوا إن الوعاء الأولاني ده اللي فيه ملح زيادة المركز لما تيجي تحط فيه النبات هيحصل العكس هنا الضغط الإزموزي هنا أعلى من الضغط الإزموزي اللي موجود جوه العصار الخلوية هنا إذن المية هتنتقل فين المية بتحب الأملاح المية أينما وجد الملح وجد الماء فالمية هتنتقل من الخلية دي لحد ما توصل للأملاح اللي موجودة في الوعاء ده إذن الخلية دي إلا هيحصل فيها مش هتمتلي باب المية لا ده هتنكمش الخلية وهتبقى عاملة كده إذن الخلية النباتية دي أو النبات ده عموما انكمش بسبب إن الضغط الإزموزي اللي موجود جوه الوعاء ده أعلى من الضغط الإزموزي اللي موجود هنا فالمية هتنتقل بالخصية الإزموزية من الضغط الأقل للضغط الأكبر وهتنكمش الخلايا النباتية الموجودة هنا لكن هنا لما جئنا حطينا النبات ده هنا والمية اللي هنا أخف مخففة يعني ما فيهاش يعني الأملاح اللي فيها أليلة لكن المية اللي فيها أكتر إذن الخلايا النباتية اللي هنا الأملاح اللي موجودة فيه الفجوة العصرية بتاعتها أكتر من الأملاح اللي موجودة فيه الوعاء اللي فيه مية ده إذن المية هتنتقل إزاي؟ هتنتقل من الضغط الأقل للضغط الأكبر فهتنتقل كده إذن الخلايا دي هتكبر كده وتكتسب الدعامة الجديدة اللي هي الدعامة الفيسيولوجية وشكل النبات هيبقى عامل كده في النهاية عظيم جدا طيب إنت لما دي بقى تحط النبات فيه وعاء وعاء متعادل بمعنى إن كمية الملح الموجودة هنا أد كمية الملح اللي موجودة في الفجوة العصرية اللي موجودة فيه الخلايا النباتية دي إذن المية متساوية يعني وصلت للتعادل بتاحة فلا هتنتقل لا هنا ولا هنا وهتفضل زي ما هي فيه برضو بعض المسائل اللي موجودة في الكتب لما يجي يقول لك حطينا النبات ده في ماء مقطر في ماء مقطر يعني ما فيهوش أملاح خالص مية في المية عبارة عن مية وخلاص إذن انت بقى هتجاوبها بما إن الماء ده ماء مقطر يعني ما فيهوش أملاح خالص والضغط الإسموزي هنا أو كمية الأملاح اللي موجودة هنا أعلى من كمية الأملاح هنا اللي ما فيهاش أملاح أساسا فإذن الماء هتنتقل إزاي؟ هتنتقل كده وتنتفخ الخلايا النباتية وينتفخ النبات وتكتسب الدعامة الفيسيولوجية بتاعتها إذن إحنا خدنا إيه لحد دلوقتي؟ خدنا إن الدعامة فيه النبات عبارة عن حاجتين إما دعامة تركيبية يعني دعامة بتدخل فيه تركيب النبات ودعامة فيسيولوجية يعني دعامة بتدخل فيه وظيفة النبات والدعامة التركيبية بما إنها بتدخل فيه تركيب النبات إذن فهي دعامة دائمة يعني تركيب النبات دائما دائم أما الدعامة الفيسيولوجية بتعتمد على الخاصية الإسموزية والمية والحاجات دي إذن فهي دعامة مؤقتة لما يكون في وسط في مية تكتسب الخلايا النباتية دي المية وتنتفخ الخلايا وإنما فقد الماء فقدت الدعامة الفيسيولوجية بتاعتها في معلومة تانية عايزك تعرفها إن الدعامة التركيبية بما إن المواد اللي بتترصب عليها ويبتدعمها وبتديها شكلها ومظهرها ممكن تترصب في أجزاء الخلية ممكن تترصب في بعض أجزاء الخلية أو الخلية كلها أما الدعامة الفيسيولوجية بتتناول الخلية كلها ككل زي ما إحنا ما قلنا إن مثلاً آدي الخلية هي وادي النواة وآدي الفجوة العصارية فلما تحط الخلية دي أو الخلية النباتية دي في وسط في مية فالمية بعد كده تبدأ تنتقل هنا فالفجوة العصارية دي تكبر فتأثر على البروتوبلازم اللي إحنا قلنا إن هو عبارة عن إيه عبارة عن النواة والسيتوبلازم وبعد كده تأثر على الجدار الخلية ويتخليها انتفخ اذا فهي بتأثر على ايه على الخلية نفسها ككل اما الدعمة التركبية احنا قلنا ان هي بتترصب المواد دي على جدر الخلية من بره بس مش اكتر فهي بتتناول جزء من الخلية مش الخلية كلها وبكده نكون خلصنا الدعمة في النبات يارب اكون قدر توصل المعلومة بشكل سليم وانا معاكم ان شاء الله ولو في اي حاجة اسألوني وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته